أربع سنوات حفرت الحرب مشاهد مأساوية على جدران مدينة تعز في حين تحاول مبادرة شبابية التخفيف من هذه المآسي وإعادة وجه المدينة لما كان عليه قبل الحرب هنا واحدة من حبلة الرسم على الجدران إذ تسعى لتجسيد الحياة بمختلف تناقضاتها حيث يحاول هؤلاء توثيق واقع المدينة المنكوبة وتلخص فصول من معاناتها جراء الحصار الخانق الذي تفرضه الميليشيات الإنقلابية على منافذ المدينة تسلت الضوء على معانات ابن تعز قراء الحصار منذ ما يقارب ربع سنوات إضافة إلى تسلت الضوء على قضايا السلام وأن الحروب لا تنتج تنمية ولا تنتج هي مطلبنا هو السلام الحملة التي دعت إليها ونظمتها مجموعة من النساء بمناسبة اليوم المفتوح للفن شارك فيها عدد واسع من الفنانين بجداريات مختلفة الأفكار لكن أهدافها محددة تدعو لسلام ووقف الحرب وتجسد وجع المواطنين بالإضافة إلى مشاهد أخرى شارك فيها شباب من مختلف التوجهات اليوم نرسم على قدران تعز لأن تعز تعاني الحصار وتعاني الألم في الجهة المقابلة لهذه الفعالية أقيمت فعالية مشابهة وبنفس المناسبة أيضا حيث نظم مكتب الثقافة بمحافظة تعز فعالية الحادث السنوي البداعي المعنون بيوم من السلام والتعبير الحر للفن الذي جسد واقع المحافظة على جدارية نادي تعز السياحي وهي فعالية جاءت بنفس المناسبة العالمية بالتزامن مع مدن اليوم المفتوح في عدة عواصم عربية وأجنبية حيث تهدف إلى تغطية الشوارع والأماكن المقتضة بالحزن برسومات وألوان السلام والقيم والحياة في نفس اللحظة وفي التو باريس أيضا ترسم على جدرانها إيطاليا مدغشقر كثير من مدائن الجمال وهي رسالة جميلة تحسن دائما تعز تقديمها لتعبر للعالم أنها مدينة ستظل دائما وأبدا مدينة السلام المكلومة والمظلومة بأكثر من طريقة وفعالية متنوعة يحاول هؤلاء تصدير جزءا من معاناتهم للعالم علها تجد طريقا نحو الخلاص وخلق تضامن مع قضيتهم قضية وطن لا يزال المجتمع الدولي يتجاهلها حمزة أمين قناة بالقيس تعيز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة